المساعدة الإسرائيلية لتمصي المعالم التاريخية وسرقتها دعت جماعات استيطانية لاتخاذ خطوات على أرض الواقع للسيطرة على الموقع الأثري دار الضرب وتبلغ مساحة دار الضرب نحو أربع دنومات شمال بلدة قرى وبني حسان إلى الغرب من مدينة سلفيت وتتزين بسلسلة نقوش تعود إلى آلاف السنين حيث يؤكد مؤرخون أن عصرة تشينها كان في الحقبة الرومانية تفاجأنا بقيام جمعية ريكي فيم الاستيطانية وقسم الأثار فيها بالدعوة إلى ضم الموقع الأثري إلى الأثار الإسرائيلية محاولة جديدة للسيطرة والسطو على الموقع وخلال السنوات الماضية لم تتوقف المحاولات الاستيطانية للسيطرة على الموقع عبر زيارات لمتخصصين في قسم الأثار الإسرائيلية بالإضافة لاكتحامات من قبل المستوطنين لخلق مبررات من خلال الروايات المفبركة لإثبات أحقية في الموقع لابد من التدخل الدولي إذا ما يجري من جرائم حربنا مع الإسرائيليين ضمن جوانب الحرب هو جانب الحرب الرواية والآن فيما يتعلق في هذه الأماكن الأثرية الإسرائيليين يحاولون التبيان بأن هذه الأماكن للإسرائيليين ويؤكد كثيرون أن دار الدرب تغفل كثير من تفاصيلها تحت الأرض ولا تقتصر على التجهيف الصخري المكون من ثلاث غرف تكشف الدعوات الاستيطانية لسيطرة على الموقع الأثري دار الدرب عن سعي إسرائيلي متواصل لسرقة المواقع التاريخية بما يتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية الداعية لحمايتها وعدم تعرضها للخطر خالد بدير قناة الغد من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت فلسطين